وزي ما بنتكلم على الراجل متعدد العلاقات في الفيرس ديت ان ما ننصحش ابدا الراجل اللي يقعد يترسم بقى بكم بنت عرفها في حياته مية سبعة وسبعين الف ناقص تلاتة خرجوا من تحت ايدي حتى البنت يعني احنا قلنا ده مش محبب اه طبعا في الفيرس ديت مش محبب الراجل يقعد اللي هو علاء الدين يعني مصباح علاء الدين اللي البنات كلها بتجريه وراء عشان المصباح يطلع المفاجئات في بنات ما بتبقاش فهمة فبتدخل بحاميمية جدا في اول ديت دوت وبتحكي قد ايه حبت فلان حب ما حصلش في الكون وانا كنت مرتبطة بفلان وقعدت اربع خمس سنين معايا وعملت 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 وبعد كده طرع وتخطبنا ومامته عملت وسوت وتحكي تحكي 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 كل اللي في قلبها فهو بيشوف قد ايه حبت فلان ده فبيغير طبعا بس انا مش هحكم بقى هل ده صح انا لما قد معاه افهمه ان كان فيه حب عظيم في حياتي لا طبعا لا طبعا على فكرة يفضل بقى بالعكس بقى للراجل يفضل ست لو كان عندها تجربة وتجربة بالذات مؤلمة بالنسبة لها ما تحكيش انا بقول كده بس بلاي البنات ما بتعملش كده لا ما تحكيش بتسمعوش كلام ليه انتم بتسمعوش كلام ليه وكانت بقى وعف ده بديب وكانت مفروض متستنى حد ما مثلا بقى عندها 27 سنة ولا حاجة ما تقابلش حد تاني ولا تبص الحد تاني ولا تعجب بحد تاني فكونها انها بتقوله لا ده كان موجود مش بتعجبه راجل خلص ما هو بيسأل ما هو دايما الديت ده يا جماعي يا بنات خلي بالكو هو بينكشك يعني اللي هو انت من كتير على فكرة ودايما الراجل دايما الراجل وانت معي يا وليد برضو قولي انا صح ولا لأ دايما الراجل بينكش بجملة بسيطة جدا على فكرة انا open minded جدا وطبعا كلنا ايوا الفخ لقد وقع في الفخ انا بنقول للبنات لو الشاب او الولد او الراجل ده نصب لك الفخ ده ما تقعيش في الفخ ده على فكرة يعني من كل النواحي القيم والاخلاق والدين مفروض ما تقوليش مدام حاجة انتهت خلص ما تقوليش يعني ما ينفعش انا هفتح لك كل خزانة قصائب من اول قاعدة انا ممكن ما شوفاكش تاني بزال يعني حتى من اللياقة ان انا مسألش انا كرجل مسألش حد عن كل تفاصيل هو فيه ينفع حد اقوله في قاعدة حياتي كلها لا احنا مصريين بنحكي حياتنا كلها في اول قاعدة راجل وستة على فكرة مش بس الستان راجل وستة ميحو كل حاجة كل حاجة بتتحكي كل حاجة او في الكوافير كل حاجة بتتحكي حضرتها عشان بس ايه اه مرجالة بحكوها في التاكس عشان تبقى نبقى صرحة مع بعض بس دي مس صح وعلى فكرة نعمل امان يعني انا برضو انا بلاحظ الحكاية دي مناسبة ان الناس تبقى حيصة الناس بتحكي حكاياتها كلها بتبقى لكل الناس وبتبقى عارفة على الحكايات وده مش من باب الامان حتى بعيدا عن الجواز اشتركوا في القناة